صباح الخير بزاف خلال هذا الشهر الكريم شهر رمضان لمشكلة الحروق ربما الوليدات وراء أطفال صغر اللي كيكونوا معرضين أكتر هذا المشكل اللي كنسمعه بزاف على وليد ولا ابنيتها اللي مثلا تعرض لحاديث دي لأنه أتي مثلا تخو عليه ولا حريرة ولا بعض الأشياء اللي كتكون سخونة بزاف الأمهات كذلك وهذه تحية لهم طبعا في هذا الصبح كنعرفوا الشغال كيفاش كتكون في الكوزينة طيلت اليوم وهي وقفة فضروري خلال يوم كتتعرض يعني الحرق سواء بالبوطة ولا بالفران فاليوم غادي نتكلموا عن الإسعافات الأولية اللي ممكن نعملوها في الدار وغادي نعرفو كذلك شنو هي مثلا الآثار الجانبية اللي تقدر تكون نتجع لهذه المشكلة دي الحروق فهذا هو موضوعنا معاك إن شاء الله دكتورة نائلة مرحبا بتواصل كل أو في المستمعي الكرام معنا أرقامنا كالحذرة هنإشارتكم هي 05-22-46-72-50-51-52 أو 05-22-43-00-090 ما تنسوش تواصلوا معنا كذلك عن طريق الرقم 50-80 كتبوا كلمة صحة S-A-H-A خليوا فرغ صغير وبعتوا بسؤالكم لهذا الرقم ثمال أسماس هو السديد رهم مع احتساب الرسوم في البداية دكتورة نائلة وربما هذا هو الأمر لكي تسنو بزب جير مستمعي الكرام لما قلنا هذا وموضوعنا شنو هي الإسعافات الأولية اللي لازم ناخدها لما كيتعرض شي واحد مننا لها المشكلة لديها الحرق ووقتاش كنعرفو أنه الحروق كنا درجات ووقتاش هالإسعافات الأولية مسموح أنه نعملوها في الدار فعلا إلا بغينا قبل اسمحتي عفاف قبل ما نتكلم على الإسعافات الأولية لأنها كتختلف على حسب حرقة وحرقة على حسب الخطورة ديالها دونك اليوم ما غديش نتحتو على هذه الحروق الخطيرة اللي كتكون فيها ليحفظ الحياة تعل الإنسان حتى هو في خطر لأنه كنعرفو أن الحروق كتختلف من ناحية الدرجة ومن ناحية تحتى الأماكن اللي المصابة ومن ناحية عند من جاءت هالحروق واش عند الناس عاديين ولا ناس أصلا مراد فيهم أمراد مثل السكري مثل الأمراد اللي كتتعافل من المنع ديالهم دونك الحروق الخطيرة هي واحد الحروق اللي كتكون اللي يفغي مشادة مساحة كبيرة من الجسم ديالنا أو خطور عميقة بغضو حروق عميقة لأنه كنعرفو بأن الحروق تهي متصنفة لتقريبا ثلاثة درجات الدرجة الأولى والثانية والثالثة وفي الدرجة الثالثة كنهدرو على الحروق العميقة اللي كتقدر توسط ما كتديش معها غير الجلدة ولكن كتدي معها الجلدة وكذلك العضام وكذلك العضانات إذا كانت المساحة كبيرة إذا كانت العمق هي خطيرة إذا كانت صابت بعض المناطق متل مثلا كنعرفو أن المنطقة ديال التنفس دوك مداخلة في المناطق الخطيرة في المنطقة ديال لابا غي جينيتال أو المنطقة الجنسية حتى يداخل في الحروق الخطيرة الحروق تعلي الدين داخل في الحروق الخطيرة ديال لبلي دوك هدو كلهم أوبيا كتجريل عند الناس اللي صغار بزاف أو كبار بزاف دوك هدو الحروق اللي فيها يعني ديك الساعة كان نعيدو على أمبيولونس وكيتم الاستشفاء من الأول وزائد أننا كان عارفو نحاولو نبردو في الأول عاد كان نشوفو شحل من بلصعة المحروقة كيفاش شحل من عمق في الحرقة وعاد كان نبدو تكسع الإسعافات ما غانتكلموش على اليوم ما غانتكلمو على هاد الحروق وشنا هو لوجست كيف ما قلتي باش نرجع لسؤال ديال الإسعافات الأولية كي نوحد لغا يقل اسميتها 15 دقيقة اللي من بعد الحروق كان ندير هذيك المنطقة المحروقة في مدة 15 دقيقة في المال بارد ديال الروبيني وهذا الدرجة دياله ستكون 15 دقري هذي يلقى إلى 15 نقل في 15 دقيقة اللي من بعد الحرقة إذا لم يكن تحرق مباشرة كان نعملها لا ستتقل هذي كان زمين تقدر تكون مباشرة غير ما تفوت 15 دقيقة لأننا في الأول نقدر ندروها من بعد كي تقولي آلام كي يقولي كيبعد كيبانو حوالي شخرين دوك في الأول فاشي الله كان تحرق أنجز تعادي سامبل غادي نديك الساعة غنخشي إدي ولا لحن كلين تصول دوش بالماء ديال الروبيني يعني لكان الروبيني عادي حيث بمدة 15 دقيقة وب 15 دقري دوك هذي أول حاجة قبل ما نمشي ندير عليها دون تفخيس ولا ندير عليها كنشوف بزاف تلا مسائل كالدار سواب ناس اللي يدهلوا بزيت ناس اللي يعملوا بعض الأنواع ديالخوضر بحال ما تيشرا مثلا بحال بحال نعرف أن هذا الحرق راكتير بزاف بغمين الزاكسيدون الأولي اللي كتصيب خاصة في المنازل نعرف أن الناس اللي كتصيبوا بها كين واحد دو يعني يعني نشطلين شوية وعاد كتجيو حد المرحلة الأخرى هي لاج أدولت البالغين وووق للسين تعلق الأمهات ما بين 25 عام حتى 44 عام نو كدو هما اللي دوب بيك اللي كتصابوا فيهم الحرق بزاف الحرق كيف مش رتي في البداية شنو اللي يمكن حرقنا إما حرق بلا شالو يعني بتغميك كين جوج للحذرة إما اللي صوليد ستدير كينمس شي حاجة سخونة بحال صوف اللي كيجير الأول تعاد شي البلانشة أو بريق أو هذا شي حاجة طيبة أو برما أو غير روبيني اللي كينمس المس سخون لأي لأن كينمش تمشي ديوم لأي بلاسة أو الحرق بلا لكيد بسوائل هنا كنتيرو قاتاي وحليب والحريرة بسك الحرق سوف نشوفها تكسر في بريود رمضان لأن الأطفال يبدوا يدوروا والعائلة تكون بانيكة في هذه الوقت ديال وخصوم يفتروا ويأكلوا 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 وينسوا الأطفال اللي يبدوا في ساعة من لما نشعروا ديال فوق ما تخيلوش أن ستوقع واحد الحديث تكس كتوقع سوف يقدر نهيوهم الوالدين أنهم يدي ولدات ما بين سفر حتى العامين للشمس شوفون دبا مع لحس العوان العام كله ناخد دائمين يجو يجو واحد لستخاس كان نحطوه مثلا في البحر ولا في البسين وما كان عرفو شاشنو فيه وش شار بالماء وش دهن ليه وش ديرين وتحت الپاراسول وش سا كان ونصغو تخوف من بعد بشي حرقة بغيولو غيتو أو من بعد اللون كيت بدلو وكان وليو علاج لون ما بقاش كيف ما كان في الأول قيتو دوك الحروق تشمس تهيرة داخلة في الحروقات الحروقات بلغات يوتيغاب بلغات التوأب الأشعة وليك يستعملوه الناس اللي مصابين بأمراض سرطان دوك حتى تقدر تشكل في بعض الحالة في بعض الحروق وكان حروق دي المواد كيموية دوك بحل السيد بحل شي مادة كيموية اللي كتحرق نعم على مدغا دي الإداعى القريبة منكم مرحبا بكم معنا من جديد في برنامج صحة وسلامة اليوم معنا الدكتورة نائلة دراعو طبيب أخي الصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأضافر وإحنا اليوم كنتكلمو على الحروق اللي طبعا قد تكون من ضمن الحوادث اللي حضرة بقوة خلال شهر رمضان الكريم أرقم تواصل معنا مفتوحة دائما وقدمشون تواصلوا مع أول مكالمة حنان على الخط من مدينة مراكش صباح الخير حنان صباح النور لله أهلاً وسهلاً بيك رمضان مبارك ورشبه مبروك الله يدخل عليكم تحسس سلامة يا رب أمين شكرا لك حنان كنتي بغيت نسفل الدكتورة عندي واحد جربت لك جربت الوصفات تيال الأعشاد ومع ذلك البصرة ديالة الوجهة ديالة مختلفة على الجسم ديالة كيف أجزب حنان غامقة اللون ديالها بوني غامقة ماشي محروقة لا ولكن بالأشياء عادي شمت مني كان اللون الشمس اللون ديالة الوجهة ديالك اللي مبدل أيا دونك اللون تعل الوجهة يعني بحالة تشد فيك الشمس كتر من الجسم ديالك اللون أدوية اللي كتمكن من أن نفتح اللون ديال البشرة وبينسوغ الحماية بالإكران ونديروه على حسب المعايير دياله على حسب اللون ديالك ما نحقوش البشرة بالكيس ما نديروش خلطات اللي كتخلي لنا أن البشرة كتكون حساسة أكثر ديال الحرارة ديالحمام كذلك بينسوغ الحقس نياء توصى دوك فالله دوك وغزمو مشي لحرقة اللي كتوزة نمشون توصي سمحش دكتور ناقل مع أمينة على الخط معنا من ودينا تضار البيضاء أصبح الخير أمينة السلام وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله مبروك رمضان علي وعليك إن شاء الله أمينة وشكرا لكم مرحبا بيك الله خليك أنا بواج نسوه دكتور على الحرق القديمة شوية شنو وشكين شي وسيلة باش ذيك الأثر ديالها متبقاش كيفاش دير هاد الحرقة أمينة بحال ديال كتكون تعرف في الكوزينة إما ديال فران إما كتمسي مثلا غير كحلا غير بنية غير بنية مشينا عصحب الزاس حلو الحرق كيف مشرنا أنا في الأول ديال الحلقة تكلمنا على العمق ديال الحرقة حيث العمق ديال الحرقة هو اللي كيحدد أشنو غي وقع من بعد وش هذي الحرقة غات بران بدون ما تخلي لنا واحد البطرة أو سيكات خيس ولا غتخلي لنا إن سيكات خيس الحرق كيف مكلنا الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة في الدرجة الأولى قنجوج مرحلين كينا لمرحلة الدرجة الأولى السطحية والدرجة الأولى العامقة وكذلك في الدرجة الثانية كينا الدرجة المتوسطة وال sollten والدرجة العامقة والدرجة الثالثة باحدث لذلك تكون عندنا الدرجة الأولى كيتكون غير الطبقات السطحية ديال الجلدة هي اللي كتتحرق أو مخاسب هاد النوع ديال الحرق ما كيخليش واحد البوتور اللي كتبقاني دائما لذلك كيتعالج بطريقة صحية سيخطوه لما كانش تعفون من بعد لأننا كنعرفوا بأننا خستنا نحافظ اللي كتتحرق أو كتتر ديالج ديالنا خستنا نوجدوا لها واحد المناخ اللي غادي فين غادي تجدد فيه وفين غادي تطلع وما غادي تخلي لنا تجي السيكاتريس علش ضروري أننا ما نديروشي مسائل اللي غا تقدر تحبس لنا هاد البروسسيوس اللي غادي تدربوح طريقة مديانة دونك بحال مثلا نديروشي محالي المعارفينهمش مزأكدينش منهم بحال نديرو باركزامك نشوفوا بزاف دنتي فخيس كالي كيتر الفخوماج كالي كيتر سواك بكو دادوك يقدرو هاد شي يسببوه لنا فتعفون وما يخليوش أن الجلد اللي كانت غا تبرا نغمال لما تخلي السيكاتريس غادي تولي بوحض لسيكاتريس ناجع لذلك شي حنا اللي درنا في الأول داكو دونك في الأول كتقدر تبرا بدون أي سيكاتريس يلسي في أننا كنستعملوه اللغ في الدرجة اللولة كتكون على حسب حميرار غير غوجق ديك الدرجة اللولة السطحية غير حميرار اللغ هنا كيني بزافت على الكريم كيتم معروفين كيتستعملوه في الأول كنبقى نديروهم ثلاثة أربعة خمسة دلمرات في النهار درجة اللولة السطحية ما كنحتاجوش أننا نغطيوه غير نبعدو على الماء ونبزادو بيانسو على لديد تغجون في الكوزينة بنسبة للميساء الآن كتكون درجة أولى بخوفوند هناك يكون لنا على شكل أننا نبيلو كاريمو عمرات بالماء أو كاريمو طارسة ديك الجلدان الحاجة اللي يخصنا من ديروش في هذا الحالة هي أننا نحاولو نحيدو ديك الجلدان هاتشكين ديجون في الأول بغميل إسعافات الأول اللي كيدروا كيبدو يكرتو كاريمو وكيخيدو داك الماء نحيدو داك الماء نقدرو نحيدو الماء اللي كانت نبيلها كبيرة بزاف ولكن بدينسو بطريقة معقامة عند طبيب أو عند انفرمياغ اللي كاليفية باش تدير هاد الوجست يعني غير كان نخوي وكان صوبو حد الفاكسينو ستيل كان نخويو داك الماء وكان نخليو ديك الجلدة مغطية لنا على البلاصة المحروقة لأن هدي أول حماية قنقدرو نعطيوها للجلدة باش تترجع بوحد صورة مديانة سيخطو با ما نكررطو شو نبدو نطيرو في هادا باش ننقيو أكتر او كونتخي لأن في داك الساعة ما كيكون لا تعفون لوالو التعفون إمتى كيجي ما كيبدي يجي تال من بعد أما في الأول كتكون حرقة ما فيهاش تعفون في الساعة الأولى أبخدوه كنخليو داك الماء كنخليو ديك الجلدة وهنا كنحتاجو واننا نغطيوه وهنا كنستعملو كريمات من نوع آخر اللي هين ديورها باش أولا توقي لنا هذيك البلاسة باش تبرى ثانيا باش ما يكونش تعفون من بعد كنقوا نغطيو تقريبا نتوقتو واحد أربع يام خمس يام بالأولى جوز كاسكو اننا لنبعد كنحيدو كنخليوها فليغ لي باش كتبرى بطريقة سريعة عاد بالنسبة للدرجة التانية تالدرجة التانية إما كتقدر تبرى كدلك بها الطريقة سيغطو لحفظنا في الأول وغطينا بلي كمبريسو هنا كنستعملو واحد الأنواع ديالي اللي كي تسمنو دي منسمن ميد دمين غرا كيتباعو فلي فارماسي دونك سبيسيال كيكون طبيب الجلد أو طبيب المتخصص كدلك فالحورق اللي كيكتبهم كنبقاو نديروهم باش سوى ديزون كان يتدمو داك الجو ودائما باش نهيئ واحد الجو ملائم باش فيه الجلدة انها غادي تجدد وانها غادي تطلع او لا بعض المرات دونك وهنا في الحالة الثانية العامقة والثالثة لابو وخاك نديرو هادشي كله الاسعافة الأولية مقدة ويعني مشينا الطباب في الدقيقة الأولى اتو هنا لأن العمق تاع الحرقة كيخليها انها غادي تبرى ولكن غادي تخلي لنا واحد للتخاص انسي كاتخيس متقبة او لهابطة او يعني لابو ما رجعتش نغمال كيف ما كانت في الأول دونك غادي تنبو كاتخيسي اما في الدرجة الثالثة العامقة هنا انبوستيبل اننا نبرو غير بهادشي اللي تكلمنا عليه هنا لأنك تكون جلدة كلها مشات دونك نحتاجو اننا ننقيو في الأول ونحيدو داك شي اللي ميت وكانجيبو واحد لاغغيف يعني واحد جلدة من بلاسة أخرى من المكان كيعطي باش كنغطيو بها مشي ايميديات ومشي داك السعامة من بعد هاديك البلاسة دونك هالي كنسميو لاغغيف ديال او زراعة ديال جلد من جلد ديالنا دونك نغطيو ديك المكان دونك إلا سوقتو احنا عدنين من غنرجعو المراحل الأولى لأنه هي اللي كان نصاب بها الحمدولي الله أكثر إلا بانسوق في الأول بقسات القاعدة اللي تكلمنا عليها ديال غن دير ريدي واللوكور ديالي فتحت الروبيني ونبقى واحد خمستاشر دقيقة في واحد الدرجة ديال خمستاشر ديقري دونك ستتخي بيان غنكون درسم مزيان كان عندك ساعة نمشي للطبيب غبيدمو لأنه سنقدر ندير الفاكسين اللي كان نديره ديال تيتانوس غدي الطبيب غدي يحدد لي أشمن عمق اللي عندي في الحرقة واش غن ناخد غير كريم سطحية ولا كريم نوع آخر أو حجمي الدماء دونك ونحافظ على هاد شي باش من بعد تبقى لي أقل أقل غيسك باش تكون انسيكاتريس ومع ذلك لسي كاتخيز بحل تكلمات عليهم السيدة كتقدر تكون تبقى تغير في اللون ممكنات القضية لإما طاشا بحل تكلمات علي بنية أو سوداء إما كغيمو طاشا بيضاء بالفعل كتبراحتها بيضاء كتبراحتها بيضاء طاشا البنية والسوداء كيسهال أننا من بعد نعنجوها كينين ديك خام ضد هادوك البقع السوداء وبينسع كان دي الحماية ديت الشمس لأنه ضروري بس كلها عريتها وهي حملتها وطماتيك مو غا تكحل وغا تبقى كتكحل ديك المدة كلها عاد غا تبدا تبيات بشوية 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 ألوكين بعض المرات اللي سي كاتخيز كيوليو إيبا خطوفيكسة تدير كيكبرو كيغلادو كيجيبو لنا الحكة يعني تكتبال لنا أن الحمبرة ومبقى فيه والو شي شوية من بعد كتولي ديك البلاسة اللي تحرقات منفوخة حمرة كتحكنا بزاف غليدة كتقلمنا كتدرنا نوك هنس كنتسميهم دوك اللي سي كاتخيز إيبا خطوفيك يعني ماشي برا تنزين ولكن برا تبليكسة بوحد طريقة أكتر مني احنا مبغيناها تبرا وكتبقى مازالة كتكبر كتنفخ ايتو نوك هادو اللي راتكنا تكلمنا على وحد نارفو حد الحلقة على دوك اللي سي كاتخيز كيلويد أو اللي سي كاتخيز الكبار هنا كيولي العلاج بطريقة أخرى يعني إما كنتستعملوا واحد المادة السيليكون كندروا ديك خام فيهم سيليكون كندروا الكورتيكويد اللي كنتكلموا عليهم بزاف المجال ديال طب الجلد دوك هنا كندروهم موضعياً أو كندروهم على شكل حقاً مرة في الشهر دوك من بعد كن أشياء أخرى تهي كتستعمل إلى في حالة هادوشي اللي تتكلمنا عليه معتشنا نتيجة نعم بالنسبة الاختلاف لديال لون ديال لالآتار DOC لكم في مشارتي كين ناس يبقو فيهم بوقع فيهم بنيين أو الكحليينور كين ناس وكين ناس πكين بوقع بيضين الاختلاف لديه علاقة باللون ديال البشرة تلك الأصل وعندها علق אولان بوناس tops مرين أو داكينين تلون ديالهم كيولي لهم لطاش فيسع كتوليك حلا دونك ألغ كالناس لبيضين شوية أو لسوغدو كنشوفوها دابعوني في هاد الوقت لبيض ومشات برونزة دونك إلا برونزي وفيو كلاببو ديالو فيها الميلانين بزاف ديك البلاسة اللي تحرقات كتبالينا بيضة بزاف بغبو الغيست ديال لاببو ديالو على حسب أكدلك العمق ديال الحرقة مليك تكون حرقة عميقة هادا كلاتاش البيضة كتقدر ما تعاوش ترجع لأنها ما تصودك الخلايا كانت عميقة لدرجة أن الخلايا اللي كمسؤولة على إفراز السبغيات ماتت وما تعودتش ولك يكون غير تغير في لون ومن بعد ديك البيضة كترجع وكتب شوية بشوية كتكتسب اللون ديال الجلدة ديالنا نعم هنتوصلوا معي جميلة معنا من مدينة أقادير هاد المرة صباح الخير جميلة صباح نور لله أهلا وسهلا بيك مايبارك فيك أباس لكم مبروكم أعلينو عليك الجميلة مرحبا بيك شكرا لك تسلقتي الله يخليك عندي واحدة سؤال الدكتوراي اللي زيبتها داكور أنا عندي 26 عشرين سانون منيكن صغيرة منيكن في العمازي اللي يعمون نص وقال لي واحد لأغليه واحد حرقة في لدو ديالي وشبونس يعني اللي تخص منه لأن الأكل غليلها يعني بيضة بزاف وكيين باسغيني هما يعني بنيين وهذا سؤال ديالي مني وش كانت possibility وش كتتتعج هذا الهرق هذه بالجراحة الجنية ووش كتعرفي شو واحد لغتيتون هنا في أجمزة أقول شحل المساحة ديال البلاست المحروقة شحل في تقربة من سنتيمتر تقربة لذيالي كامر كله. اهوي. اهوي. اغدية غير من المساحة. دوك مساحة كبيرة. يعني ما زال كنت منطقة واحدة صغيرة اللي في هاد المشكل. كان الزراعة الجلد اللي كدرحتها هي على من بعد ستاديق ابقى سنوات سنوات ديال 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 الحراق. إلا كانت مساحة مضبوطة. مش يدهر كله لأن تاد الجلدة اللي كان جيبها وكان زراعة منين كتجي. ركت جي من جلدة ديالك. دوك منين غادي تحيد قريبا واحد المساحة كل ديال الدهر. سيبا بوسيبل. اغدية كين كدلك كين تقني ديال اللازيغ اللي تكلمنا عليه بسافة المرات اللي كيحيد البوتور تحب شباب اللي كانت استعملو في تشبيب كدلك في الفيرجيتور أو داك التمزق ديال الحم من بعد ارتفاع الوزن أو من بعد حمالة. دوك اللازيغ تهو كان استعملوه لعلاج يعني تغذيف ديال الحروق بحلكة. ما كدلك كتكون خاص تكون لابو اللي مجانبة تكون صحيحة. ساديغ مشي تقريبا نظهر كله يعني صبا تخديه في السيل باش إلا كان كله محروق وما كانش واحد المساء. إن بو نغمال داخل باك اكزمبل هي منينها من غا تكم تم لسيكاتخيزاشون. دوك غا يسعب حتى أنها التقنية تعال لازيغ أنها تتار. نحن. نحن. نحن نقطة أخرى هاد مرة دكتورانا إلى معك قبل ما نمشوا الفاصل الخصوص هي اللي عند بعض الناس على حسب الحالة ديالهم بحل مصابين مثلا داء السكري. لما كيتسبوب هاد الحروق. ألغن الناس اللي عندهم داء السكري كيف ما كان عارفو عندهم مناعة جلده ديالهم نقصة أصلا على بعض. وخاصة بالنسبة لداء السكري اللي تيب ده تاني اللي كي جينا في السن من بعد. ولي كيكون ناتج على ارتفاع الوزن أو تغذية اللي ماشي إكيليبري من ناحية المواد الدهنية إيتو. دوك غالبا كيكون عندهم سكري وكيكون عندهم حتى ارتفاع الوزن. وغالبا مع هذا السكري اللي كيكون نوع الثاني. مع هتا أمراض أخرى. ارتفاع الكوليستيرول. الضغط الدموي. هنا فين كنسميه لملادي ميتابوليك يعني بزافة الأمراض. ولي كيكون عندها علاقة. غالبا بطريقة بالتغذية. وبالقلة ديال الحركة. دوك ملي كتجي حرقة في هاد الأوساط بحال هاكا. وسيخطف شي مناطق اللي قريبة بحال علش المنطقة ديال لابا غاي جينيطال. أنها مثلا داخلة في الحروق اللي الخطيرة. لأن حداها واحد البلاسة اللي كيجي منها البول. وحدها بلاسة اللي كيخرجو منها لزك سكريمو أو للسل. دوك هادو بحكم قراب كيكونو فيهم شوية ديال التساخ. دوك سكيفي الحرقة ما كتبقاش كان عالجو غير حرقة. حرقة اللي غنعرفو أنها وبحال لما مشو زا عند دا سكري مثلا في الرجلين كيكونو في طريات مانعة ناقصة دوك كيولي تعفون أكتر دوك ديجا في ساعة كتتعفن ديال الحرقة. دوك وحيت غالبا أشنو اللي كيوقع الناس. شنو مالجوش الحويج اللي إحنا كن خافوا منهم في الأول. سيخطو بنسبة للحطور الحروق الخطيرة. هو أولا الانفكسيون أو التعفون اللي كيجي من بعد. خاصة إلا كانوا أسبيتاليزة ونعسين في أماكن ديال العناية المركزة. أنا كنعرفو يومين ولا ثلثيين من البعض الاستشفاء في منطقة اللي فيها العناية المركزة أو الإنعاش. كتبدال لنا العلامة تعلانفكسيون. سيخطو لكنا ناسين ما كنتحركوش متى حاجة. وثانيا لدينيتخوسيون قلة الأكل. علاج حيث هاتشي بنسبة للحروق بيانسوق الخطيرة. والحروق تالي البسيطة عند هاد الناس دوك يكون صعوبة. دوك كن خافوا أنها التعفن. آآ كان خافوا أنها المناعة حيث كن عرفو ديال لابو ناقصة دوك حتى سيكاتخيزاتيون أو الابو اللي غترجع نورمال كتتاخد وقت ما كتتمش واحد طريقة سريعة في ساعة غبيد. هنا سيبورسة كينا الخطور عند هاد الناس. كدلي كالسيجة آجيل ناس الكبار لأن كتكون عندهم أصلا العروق ديالهم مضعاف. الجلدة ديالهم دعيفة. البنية ديالهم دعيفة. الجسم ديالهم كله غادي دعيف. ستديغ. دوك وفهد الحالات كتكون الخصوصيات ديال التعفون وديال عدم براضي المنطقة. 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 نعم. رجع لك دائما دكتورنا إلى دراعه طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية. الشعر والأضافر في حل اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. على الإذاعة القريبة منكم. ماذا غادي وفاصل ونعود. خذ راحتك مع ميديتان واستفد من نصائح صحة وسلامة. ميديتان ديما راحتك. الحروق وعمل إسعافات الأولية الخاصة بها. عادة ما كتكون مرتبطة بالدرجة والعمق ديالها. والمكان اللي تصاب بهذا الحروق. واحتى الشخص المصاب السيم دياله. والحالة الصحية كذلك. بحيث أن هناك خصوصية عند بعض الناس اللي عندهم مشاكل صحية بحل مصابين. مثلا بداة السكاري. القاعدة 15 هي الإسعاف الأولي اللي كيمكننا نعملوه في 15 دقيقة الأولى من بعد إصابتنا بالحرق. بحيث كنخليه المكان المصاب تحت الماء. المدى دي 15 دقيقة في 15 درجة اللي هي كتكون ديالما. مع تفادي استعمال بعض المواد اللي فيها احتمال بأنها تزيد تعفن لمنطقة المحروقة. بحل زيت مثلا. واللي معروف عليه أنه كيقبط الحرارة أكتر. كذلك استعمال مطيشة والحمضية اللي كتكون فيها كي احتمال أنها تزيد تعفن لنا المنطقة المحروقة. وما كنسوش من بعد بعد ما كنقوموا لإسعاف الأولي للإستشارة ديالطبيب اللي كتكون ضرورية جدا. كانت هذه فقط نصحة اليوم. نتمنى وتكونوا لكتوراحتكم معنا. موعدنا في الحلقة القادمة مع ميديتال وسحة وسلامة. ميديتال كتبوا كلمة صحة. خليوا فارغ صغير وبعتوا بسؤالكم لهذا الرقم. معنا دكتورة نائلة من عندها بير. كتقول أنا في العمر ديالي دابة 25 عام اللي كانت عندي سبع سنين. تخوت علي الحريرة برما ديالحريرة. دابة المشكلة عندها أنه ديك المنطقة اللي جات في الكتف يعني والدراع ديالها كله تكمشات. قالت بحال ديك المنطقة نكمشة. فدابة هي كتسول كتقول أنها دائما الحويجية لخصوم يكونوا قابطين حتى لكم كامل ما كتقدرش جعاريها ديك المنطقة نهائيا. ما كتقدرش مشي الحمام بخصوص ديك المنطقة كل شيء يبقي سولها مالكي. فدابة هي كتقول وشكين احتمال أنه لعملت شي عملية جميلية تنجح ليا. ولو إلي كانت المنطقة داب خيسك فهمت المساج أنها غير منحاصرة في الإبول في الكتفة ديالها. ممكن أنها تمشي تكونسولتي عند الأطباء تحت جميلة. لأن هذا هو الاختصاص ديالهم جميل وعلاج الحروقات. دونك وكين هاد الإمكانية أنها تدير الزراعة ديالجل دونك تتم على شكل مراحل. دونك تكتحيك يحيدو ديك المنطقة اللي محروقها. شي لكنت الإمكانية ولي ومعندهاش مثلا حتى العضالات مثلا محروقين. تحييدو دونك تكون العمق ديال الحرقة كيف مشترنا قبيلة. مم العضالات بمم العظم كي قدر التحرق داك. دونك ما عندهاش هدوك المناطق اللي تحت الجلدة تاية محروقة. دونك إلي كانت منحاصرة غير في الجلد دونك يمكننا أنها تحيد ومراحل دونك حيدو كينت تقنيات باش أن نحت لابو قد شبد. دونك نديرو بحل دي بالان تحت الجلدة. وكي بقاو يتنفخو بشوية بشوية باش بحل كيتم واحد تمديد ديال الجلدة كتولي أكتر. دوك هادشي لك انو مثلا غادي تسد يعني بوع لابو. كيف ما كيقدر نكن ناخدو من واحد المنطقة اللي كتعطي. أو سيد دونك. وكن نديرو بي ذاك البلاسة اللي من بعد ما كان حيدو ديالجلدة اللي مرادة وكن نعوضو بيها جلدة أخرى صحيحة. وهنا دكتورة نائلة وقتاش الحوروك كتعطي دك الإنكيماش ديك الجلدة كتتكمش. العمق ديال الحرقة. دونك ربما في الدرجة التالتة. درجة تكون ثانية عميقة. يعني عميقة. يعني وخة مشات الطبيب وخة دوها وخة وخة حرقة كانت عميقة ولكونتاكت معايدها كان كثير بزاف. دونك وخة درت كل شيء براتليها بطور. نمشو هاد مرة توصلوا مع خديجة معنا على الخط من مدينة مراجج. أهلا بك خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. مرحبا بك خديجة. عزك اختي انا كنت تقول لك عندي شيء حرقة. حرقة باقة صغيرة. وابقوا لي لي ترث في فخة ديالي. وفي مكان اللي عندي فلار ديال الرجل. وفي الجنب ديالي وبقوا لي لي ترث. شحال تقريبا اللي تخاس مفرقين ولا غير. صغيرين. وصغيرين. شحال فيهم تقريبا اه. ايه. شحال. شحال. سنتيمتر جوج. دايرين بحل بحل. 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 بحل بحل بحل. بحل بحل. مثلا قد الفلوس ديال عشرة دلال ماتلا. كبير محدد شيء منها كبير محدد شيء منها دايما خسطروري تشخيص الحالة عن قرب كانت نجاوب الناس هذا بطريقة شاملة ولكن خسط تشخيص عن قرب بحروق بحالة كيف نقدرون بخبو زوالهم كانت المساحة صغيرة ولابو ضيرة بهم نورمال كان هاد التقنية دياله اللازيغ اللي درناها والناس عندهم ديسيك تخيص قدام وعطاك نتيجة زوينة وتحسنات التكستور تعلق بيانسوق هاد الشي حصص ماشي في حصة واحدة كيتم كل شيء دوك حصة تقربا كنديرو حصة ما بين واحد وعشرين يوم حتى الشهر ماكسيموم دوك كتقدر على حاساب القدومية ديال الحرقة والشكل ديالها بعد المرات جيزكا كنمشي حتل الساد الحصص مثلا وكيكون واحد تحسون من ناحية ديال الاسبي ديال اللابو من ناحية حتى العمق ديالها يعني كتتبدل بهادة تقنية لولازاق معنا أسما سيد دكتور انا عند مصطفى كيقولنا في العمر ديالي خمسة واربعين عام كنا تعرضنا الحادث العائلة ديالي كلها بالبوطة ترتقت عندهم البوطة في الدار فقال انه بقى كيطفي العافية استعمل يعني بالفعل ايدي باش كيطفي العافية فقال انا ده باعط يعني كيقول هذه غير مودة قصيرة ماشي بزاف وده بطبيب اعطاه الترويد مصطفى كيسول واش الترويد كيفيد في الحالة ديال حروق فهو قل انه اعطاه الترويد ولكن ما مقتنعش كيقول الترويد فاش غيفيدني شكرا مصطفى على التدخل مش الترويد مهم مهم بزاف 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 لانه اشنو كيوقع في ليدين وشكرا على التدخل ديره لانه غان خلينا ننفيده حتى المستمعين انه في ليدين كيوقع واحد من بعد ما كتبرا الحرقة كتقدر تبرام كمشا وعدنا هنا في الازارتيكولاتيون او الازارتيكولاتيون يعني هما اللي ما بين العديمات اللي خسنا نحركوهم وخسنا تبقى عندهم ديك الخدمة ديالهم فيهم ديك الليونة ديك المرونة غيبقى ويدك من كام شي وما غا تبقاش عندك هاد القدرة انك تحرك صبعانك كيف ما بغيتي وغا تفقد ديك الاهمية والخاصية على الدين لذلك ان الحرق بلي الدين داخلة في الحروق الخطيرة داخلة في الحروق الخطيرة لانها غالبا الى ما بردش مزيان ولكنت عميقة ولما مدرتش ترويد غا تقولي الله يحفظ من كام شي وما تقدرش تحركهم كيف ما بغيتي دوك هذا هو مش دروري دروري جدا 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 وغا تبقى تديره بشتال الحم يبرش مكمش لانه كيف مشرنا لسيكات خيزاتيون لو كين بعد الحالة ان الابو كتبقى تبركت من القياس ديالها وكتبقى تنفخ وتحمر وتغلد وهناك تسمى ذو كلاسيكات خيزاتيون ايبيرتروفيك او كتغلد هراغي لو قعها تحت فهنا يعني ما غايبقاش عندك يعني تتنيد سبعانك وتتنيد ديك وتكتب بستيلو وتاخد بدقة لازم انك تدير ترويد مكتر من مئة في المياه وكذلك حتى متكلمنش على الغاز لانه داخلته في الحروق اللي كتوقع وكذلك بغمي الحروق المنزلية الكتيرة هو الحروق بالغاز وهناك نشيرو كان واحد إلا كانت الحويج دو فيهم العافيان دوك خاص الواحد يوقف كان واحد لغايلة هيدو تخوا يوقف يتالنجا في الأرض ويبقى يدور ستوبي طمبي يغولي هذي القاعدة ثلاثة طمبي غولي هذي نوقف دوك حويج كان فيهم العافيان شددت فيهم العافيان دوك خاص الين نوقف سفي جس طوب ما نبقى ندير والوسطة ما نقاش مازال كانت في بيد دي ولا هدا نتالوجة في الأرض ونبقى ندور جو مغول باش بالكونتاكت على الأرض العافية تتطفى وخام شون توصلوا هذ مر معنا دي على الخط من مدينة مراكش صباح الخير نادية الحمد لله نادية مرحبا بيك رمضان مبارك سعيد أغلينا معناك إن شاء الله سنشكركم سنشكرمد راديو كاملة شكرا لكنادي مرحبا الله يخليك عندي فيش أسئلة للدكتورة أهلا سهلا لك أخبرك عندي واحد البنية ترش عليها المطيب فجدت لسخط ديالها وبقى واحد لي مارس دبا متى ترشي البحارة ترمى تحشم دوك العالمة كيبقى ولها ام سوق عليها الحاق بالمطيب؟ هذه تقريبا شي مكان مش عام والبنية اش حال عندها من عام؟ عندها دبا 22 وكيفاش البلاسة بقى تكحلة ولا كيفاش بقى؟ بقى شوية كحلة بحل خبشات صغي ورين؟ شوية طوين بحل الدمعات وكحلين غير كحلين ولابو ماشي يعني لا تشتيها نبس بحلها بحل لابو اللي صحيحة غير هي كحلة يعني مشي مضغطة ولا داخلة ولم كمشة دوك تقدر تستعمل غير كريم اللي اللي غادي يرجع لها اللون وإلا كنت تمشي البحر وهذه المنطقة تغطيها من الأحسن وتدير لك كريم الواقية ديالها وام بخان سي بيلا كانت غير تغير في اللون بدون يعني أن لابو في الملمس ديالها بقى نغمال تغير اللون كي يحيد عن طريق الكريمات اللي كتستعمل لمدادة ديال البقع السوداء نحن نتكلم عن نقطة أخرى دكتورة نائلة وكنشوف بزاف ديال أمهات ربات البيض كتتوقع عليهم فنغير كنقول الأمهات يعني في شهر رمضان الكريم فالأجر عندهم مضاعف الأجر ديال صيام الأجر يعني ديال الصلاة طبيعة الحال والعبادة اللي كتكون أكتر والأجر ديال إفطار صائم يعني لما كتكون كتحبر شوش حلمون صائم في الأفراد ديال عائلة ديالها كتفطرهم فكل واحد منهم راه عندها الأجر عليه فإن شاء الله الأجر مضاعف فغدي كلهم المسألة ديال الشعر كذلك كنشوف بعض الأمهات اللي كتجي مثلا تحمل شي حاجة في الفران وهو سخون أو اللي تحيد شي حاجة من الفران دائما كتلقوا ذاك البلاصة اللي في المقدمة ديال الشعر كتكون محروقة ومقردة اكساكتما فعلا حيث حصل حريقة ديال في الجل ديالها سوقتو كتوقع ديال وجهة أكثر أنه ديال سوقتو الفران القبار واللي بمشي بدو ديال بوتا هم اللي فيهم ديال المشكيل بعد المرات كتكون ناسية وحلال بوتا ومساة غير كتجي كتدخل مثلا وكتبش غا تشعل سفيك يخرج داك العافية أنفاس هدا أكسيدون كيوقع بزاف عنه اللي ماموكي في مشارتي اللي كي تبخؤيتو دونك الحرق ديال الحجبان كقدر يوقع ديال الشعر وأبخي سفيك يبدأ يطلع بوحدو دونك إلا كانت الحرقة سطحية يعني درجة أولى دونك كي يرجع بوحدو دونك بحالة كيتغازة وبعد كي يرجع بوحدو ثم مع المدة يعني مام باوحد خمستاشر يوم كتبالك الشعر ديالة بدك يتوار بدك يتقد صوم قبل ما هادشي إلا كانت الحرقة سطحية يعني ما كانحتاجوش كاغيمون عطاوشي حاجة سبيسيال ديال الحجبان ولا ديال الشعر بينسوغ لي كخيم اللي كان عطاو في الأول اللي غادي يعونونا على لسيكات خيزة سونت على بو كي نفعو حتى هما بش يبروا لنا ديك المنطقة اللي تحركت في الشعر اللي قائنا منزل متوصل معك ولو في أفبارنا مجل صحة وسلامه ومعنا الدكتورة نائلة دراعو طبيبة أخصية في الأمراض الجلدية الشعر والأضافر وأرقام المفتوحة دائماً باش توصلوا معنا صفر خمسة تين وعشرين ستا وعبعين تين وسبعين خمسين وواحد وخمسين أو تين وخمسين أو صفر خمسة تين وعشرين تلتا وربعين صفر 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 تسعود ما تنسوش عن طريق الرقم خمسين ثمانين إذا كتبتو كلمة صحة خليتو فرق صغير وبعدتو سؤالي لكم لهذا الرقم معنا أسماس كذلك دكتورة نائلة من عند عائشة عائشة من ورزازات كتسول كتقول بغيت نسول دكتورة نائلة الحرق اللي كيكون غير بالبخار قالت بالذيك اللي كنسميه السبولة دي المقرج حرقاتها كتقول واش عندها نفس الآثار اللي كيكون عند الحرق بالعافية إلا هلا كنت غير سبولة المقرج داجا دوك خارج من واحد اللوغي فيه صغير دوك بتتخذي حرقها يمشي منطقة صغيرة والحرقات قدرت تكون مهمة يعني مام شبونس باوش غتفوت الدرجة الثانية يعني غتكون حيث غادي غير تحس بالكونتاكت ديالو غتبعد وجهة ولا غتبعد ديالو يقدر يكون دقري اللي هو سطحي يعني الدرجة الأولى السطحية أو إلا تعدات الدرجة الأولى العميقة دوك نفس الطريقة اللي تكلمنا ستدي غنبرد في الأول من بعد غنستعمل الكريم ما نحيتش ديك الجلدة نطيرها نحافظ إلا كانت بين فيها الماء أو منبلة هناك ستغطى لأني إلا غطيتها وحميتها من الميليو إكستيريور غادي أولا غنساعدها باش تبرها في ساعة ثانية ما غديش تتعفن وبحال ده بعود كان يندجون اللي ما كيبقوا شي عمهم اللي كيتحرقوا عند ربالهم رأينا الماء غادي يخسر لهم غادي يخفن ما غيرتوا بالعكس خاصة نعموا نعموا كل نهار صوف كمثلا لكان بحال هاد الحالات اللي عندها منبلة وكان ديروا ما غادي ندخل مثلا بلاسة في نغاندوش بانسوا ماتش نمشي الحمام ديالسنقة نغاندوش غاف الدار باش نتحكم في مماتق اللي كيفاش غادي ننادا غادي ندير داك السافون ديالي اولوجيل باش كنغسل ونستعمل شي جال لأصلا موضة تيل تعفونات ونحاول نغسل دوك الأطراف ديالي كلهم شعري بطريقة بشو ياجب ويعوني شي واحد وهديك البلاسة نخلي فيها البنسمن اللي محروقة ما نسردهاش دوك من بعد احتل الخرنة غا نشل بطرقات مقدر نعمرها هي بالماء نخرج نحيدها نشف مزيان ونبدأ في ليسوا يعني يعني ان بخانتيب ما كان حبدوش في الأول أن الواحد في الحلقة تلولين يدير يبقى يدير محاليل اللي مضادة ديال البكتيريات بحال كنعرفو محاليل اللي كينا محاليل اللي فيها ديبخودوي مضادة ديالبكتيريات كيكونوا إما محاليل على شكل الالكول إما كتكون واحد محاليل ليمونية أو كتكون حمرة دونك هادو ما كتستعملوش في الحرق لأن ما محتاجينش أنا نديروهم في الأول لأن أصلا ما كيكونش عنا تعفون الغالي يخصنا نعرفو كذلك أنه شنو اللي كيكون خاصة في الدرجة الثانية أو كذلك الدرجة اللولة العميقة هو الآلام الحرقة من الأمراض اللي كتعطي الآلام والأمراض القليلة في الجلد اللي كتعطي الآلام نو كيكون واحد لدوله صعيبة غير مستحملة وخا تكون غير مساحة صغيرة وكان قنقولو وابزاف هاد سيتار كتزيد فيها غير شوية وادش ما فعلا آلام لأنه كيتحرقو دوك الخلايا العصبية وهي اللي كتعطينا واحد اللي إحساس بالآلام خطير دوك ناخدو وقتنا بيانسوب شوية فاش كنكونو كنقدو البنسمون كنعطيو مضادة الآلام وهنا كتختلف على حسب درجات الآلام دوك إما الدرجة اللولة إما الثانية إما الثالثة دوك هلا حسب كل واحد ما ننسوش أن الحرقة سيغطو عند الأطفال را كتكون بحل واحد صدمة دوك بحل أنشوك أفكتيف دوك إستم كتبقى ديك الخلعة سيغطو لا عند الصغر ولا عند الكبار دوك ناخدو بعين الاعتبار هاد القضية نقدروا نعطيو مثل مادة المانيزيوم ولا شي حاجة مهديئة باش لا بيخصون تناس سوفون بحل الآكسيدون بحل الآكسيدون ديال لفوتور لبوتا كالترتق كيبقى الواحد كل ليلة أو في وسط الجوانية كي عاودي تفكر داك الحادث وكتولي عندو واحد لانكسياتة واحد القالق دوك ناخدو بعين اعتبار ساعة القضية ونعطوش حاجة مسكينة ولا شي حاجة اللي يجيب النعاس نرفها ديك الفترة باش يدوز داك المرحلة وينسى الإنسان هاداك الحادث الانتيبيوتيك كنكتبوه اللي بالطريقة فهمية يعني بالحبوب على حسب الحالات اللي كانشوفه مثلا حالة بعيدة ناشفة ما بينش اللي أنا حمرت في جنب الناس جاو في الأول مش يحتدارو شي حويش بو حديثهم عاد جاو عاد طلين اتو دونك هنا كنقدرو بلا منعته المضادات حيوية ما في الحالات الأخرى ولا حرقة من الأول قريبة في شي مناطق اللي أصلا مضطرة أنا تعفن أكتر بحل حدا الفم حدا المخرج حدا النبولة أو في الرجلين وأصلا كنشوفه أن الرجلين فيهم مثلا صيبانة مبين سبعانة الرجلين فيهم شامبينيون في الدبران اتو هنا كنستعملوا مضادات حيوية باش ما يكونش واحد اللي هوغيس كتاعة تعفون من أكتر نمشول تاونات هاد المرة ومعنا ليلة على الخطة صباح الخير ليلة صباح النار والياسمين على أحسن وأرواع موديها عبد هذا اليوم أهلا وسهلا بيك ليلة مرحبنا زيال تاونات الحمد لله الحمد لله قبل رمضان والكوكوت كانت سخونة والسلفة يعني قرب كارك عصر بالصيف الحال سخونة لبسا خين سخونة من اللي قاس نيلة كوكوت تاو طارد لي الجلدة ذاك الساعة ومن اللي براد لي الحمد غالي يكحل يعني في الكتف دياري قرب الكعباد يدي يعني بها هكاك براك حل ما عيت معه وأهوالوب وماذاك شي ولكن هكاك بخالي يكحل ماذا القمادة اللي درتي علينا؟ ما الاسم لا مهم اختيتها خيم الفرماسيان وصافي مهم اتمنع نقول لك اختيتهم الفرماسيان ديال الحورق ديال الحورق ديال بريد جلد الحرق وصافي داكو ألغ دا باحت ولتك حلا داك ما غديشت لك خيم اللي كتديري دا بس في غي قطعها لأنه برات أصلا داك ما بقاش مشكلة على البريان بقات أنه كنا بقعة سوداء في هذه المنطقة داك أولاً غدي تحميها من الشمس ضي تحول دا بفصل الصيف دوك نحاول اللبس ماليبس مغطيها واحتفل اختيار ديالالألوان واختيار ديال النوع تعال لبسه ومهم دوك ناخد الألوان اللي كتكون داكينة اللي غديد داك الدورة على الحماية داك الشمس مشي غيرا إلا خديث ألوان فاتيحة أو توب خفيف ولا غددوز من نوع الشمس للي الجسم ديالي دوز يامون ما نحكهاش باش ما نعودش هاي يجدوك الخلايا اللي كيفرضو السبغيات باش انها تزيد تكحل تخوز ياما غادي نستعمل كين الكريمات اللي معروفة كتسمى اما كريم انتيتاش مودادات ديالليتاش او ديبيجمونتان يعني كتبايد البلاسة اللي سوداء دوكو كنستعملها بواحد طريقة و بواحد المدة باش كتعطي الفعالية ديالها معنى السمانس الدكتورة نائلة من عن سمية من وجدة كتقول ان عندي داء السكري وعندي مشكلة للتونسون وعندي مشكلة للحساسية ما كنحش بالبرودة ما كنحش بالسخونية مشيت الحمام المسخون وانا بقيت طلقة حتى تحرقت فكتقول هذي تقلبي المدة ديال شهرين في الرجلين وفي اللي الدين ديالها دم ما كتنوتش من الفراش قلت انا لان الرجلين دياله ما كتقدرش جافت عليهم منيها ايه دم ما حرق ما عطتناش صين ديالها وصمية من وجدة كتباعد القضية سخته من مضاعفة ديال داء السكري وانه الاعصاب والالياف العصبية كتتموت وما كتساكل الاحساس ما كيبقاش لبالبرودة ولا بسخونية اكزاكتم وكيتمشي دك الاحساس دونك هذا باين بانها ما كانش كتعلجوم زيان وما كانش كتير منضبطة على الحمية ديالها وما كانش منضبطة على التدويزة ديالها وخاءوا هذي الناس اللي كيتصابوا بهذي المشاكل ومضاعفة داء السكري كنشوفوا اكتر الناس اللي عندهم السكري تيب دو يعني هذوك اللي ما كيدروش مادة الانسولين علاش لانه بحالك يستهونوا الامر وكيسوسا فيان ديال ريجيم ما درسوش اليوم ديروغده ما خديتش فاني دا اليوم هذو حيث ما كيحسوش بالخطورة دياله والخطورة دياله اغايحسو بها هذ من بعد يعني ابخي ديزاني سانوات عاد غايبا لهم انا عينيهم قاش كيشوفوا بها الكلاوي ديالهم جام قصور كلاوي بحال في السيدة مقاش عندها تحاسة ديالة ديالة تفرز ما بين تسخونه دا دو كتوقع هذ الحالة دو كتبا خاصها من الوصلت لات الحالة انها ناعسة ما كتنوتش لنك لازمها انها اما تصايت على مادسان يجيشوفها دار ديالها دون كيني اللي فيزيتها دوميسيل او يديوها لعائلة ديالها لعنطبيب باش يشوفوا شما كينش تحفون لان فات الحرك عليه مدة اشخصها تديركم ادوية مضادة الالام مضادة حيوية العلاجات يمكن كل نهار باش تريكوبري وبيانسور هاد شي بضبط لطو ديال السكار نعم انا خسو يكون مقاد بعد المرات الناس اللي عندهم داء السكاري كياخدو غي حبوب ديال المرض دونك فش كتكون عندهم بحالة زينفكسيون اما تعفونات او بحالة هاكا حرقة او شي مارد كيالطبيب كيبتدليهم الدو غير بوحدة الفترة قصيرة من الفانين كيعطوهم لانسورين في هاد الفترة باش على ما تترجع المناعة ديالهم والسكار يتقدم ديال يعني لما تقدش السكار حتى الحرقة دياله ما غاتبراش لانا كيولي بحالة واحد الحلقة مغلقة السكار طالع الحرقة كتزيد كتتعفن الحرقة عو تاني كينا ما غتخليش السكار يهبط دونك سكيفيك نديرو السوء انسولين او لا تندو على ما يفضو ديال المرحلة اللي دعوتنا ان شاء الله فد الايام المباركة بالشفاء العاجل والقريب ان شاء الله لكل مريض ودوام الصحة والعفي للجميع شكرا لك على كل معلومات والنصائح شكرا لك على كل معلومات والنصائح إلا كانوا الأطفال نتكلفوا شي واحد أنا حديهم ولا نحطوهم شي مكان لهذا لطن اللي نفطروا لأنه إلا ما بغينا نحط دوم الحوادث سنبدوهم من رأسنا ومن الوقاية دوق اللي في الخطورة ونبعد دوق البوتاجين حيدادة لأنا مدرتش بحالهاك رغا ديكونوا حوادث كثير وكثير وكثير دوق الوقاية هنا رخير من العلاج شكرا لك مرة أخرى دكتوران إلا دراعو طبيب أغيسائي في الأمراض الجلدية الشعر والأضافر نصنع الختام حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة لكم أطيب ورقة تحية من عفاف ماجد كانت معكم في الإعداد والتقديم سعيد عقال رفقتني في الإخراج وسامحة في استقبال مكالمتكم صيام مقبول إن شاء الله وصبيحة سعيدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة